اشتركوا في القناة 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 أو وجهنا الأطفال بالطريقة عم يوجد حركة مختلفة اليوم بمسرح الطفل أكيد اليوم صار في عنا مسرح كتير هادف في أكتر من النوع نحن نحكي اليوم عن الرأس حتى بالعرض موجود فيه دراما موجود فيه تقنيات كتير حلوة اليوم نحن من خلال الرأس نعطيهم شيء له علاقة بالجنباز شيء له علاقة بالبالي عم نحاول ننوع لهم من خلال الحال اللي نحن موجودين فيه مسرح الطفل كتير مهم إذا ما فتنا فيه بطريقة صح وعرفنا نوجه الشيء اللي عم نشتغل عليه بيكون الوضع صعب الفترة اللي مرنا فيها كتير صعبة لازم نؤدي شيء للأطفال يقبلوه نحن نحن نكون معهم طيب هون قديش مهم كمان أنه جهات الراعية لمسرح الطفل أنه هي يمكن تكون بشكل أنضج أنه مو بس لأنه في هلأ مهرجان مسرح الطفل نحن نركز الفعاليات قديش لازم تكون باستمرارية أو بشكل دائم يعني مو بس مختصرة على المناسبات الرسمية أو لمريات قليلة بالسنة شكرا لك هذا كتير موضوع مهم يعني نحن من السنة لسنة حتى نعمل مثلا مهرجان خاص بالأطفال هلأ في وزارة الثقافة مدير الثقافة طفل هم تعمل فعاليات بس نحن بحاجة لأعمال كبيرة ومهمة يتقدم للدعم لحتى ننهض بالعمل للأطفال أو بمسرح الطفل بطريقة كتير مهمة خصوصا المسرح المدرسي سابقا كنا نشوف فنانين كبار من خلال المسرح المدرسي عم يشاركوا الأطفال بين خلال المسرح اليوم معا يعني في حركة مختلفة للنهوض بمسرح الطفل بس ما عم نشوف متل ما كنا نشوف قبل يعني كنا نشوف الأستاذ الكبير حسن ذكاك كنا نشوف أسماء الله يرحموا نشوف أسماء كبيرة كانت تشاركنا هاي التفاصيل صحيح نحنا منتمنى لأنه أنت بحاجة لدعم لما بيكون في عندك دعم أنت تأدي هذا العمل نحنا رح يشاركوا أربعين نحنا الموجودين عندنا لأطفال 80 طفل ما قدرنا نحنا من خلال الدعم نكون موجودين نتمنى أنه نحنا نقدر نشتغل أعمال يكون إلى الرعاية الكاملة لنؤدي أسا الأهم من هيك بالنسبة لمسرح الطفل يكون معنا مثلا عالم كتير مهمين بتعرفي اليوم وخلال أحياء المسرح المدرسي فينا نقول تماما المسرح المدرسي كتير مهم اليوم يعني وجوده لحتى نقدر كمان نسلط لأنه هن الأطفال بالنهاية منين من المدارس نحنا عم ناخد في عينات كتير مهمة من المدارس نتمنى كمان نسلط الضوء عليها بالشام بغير المحافظات بالمحافظات في كتير في كتير مواهب كتير بتاخد العقل يا ريدك نقدر كمان نوجه لها الدعم نوجه لها الرعاية لحتى يقدر يكون موجودين يعرضوا بالشام مجد اليوم مسرح الطفل شو بيتطلب لحتى يصير يمكن أحسن وأهم غير الدعم خلينا نحكي يمكن تكنيك الرقصات تكنيك المسرح مسرح الطفل بالذات يمكن عم نشوف ما بنى نحنا كتير نتضحك على حال نعم نشوف شي تقليدي ببعض اللوحات ان كانت راقصة أو ان كان عمل مسرحي للأطفال خلينا نحكي اليوم قدي نحنا بحاجة لتطوير هيدا المسرح ده بحاجة نحنا لحتى نشبك ايدينا بايدين بعض ونتفق باقي الفرق لحتى يمكن يكون بحالة تانية مسرح الطفل تمام هلا أنا رح بس تنوح على قصة انه أنا الفرقة تأسست 2007 اليوم اللي موجودين ب2007 هنه عم يدرسوا طب وصيدلة وعم يكونوا يعني بحالة كتير مهمة من هذا 2007 في عالم اليوم عنا كتير حالة هذا له علاقة بحياته اللي كانوا عم يشاركوا فيها بالفرقة نحنا بالنسبة إلنا نتمنى أنه لما نشتغل صح بمسرح الطفل لازم كل حدا يتوظف بمكانه لازم كل حدا يكون يعني اللي إله علاقة مرتاح نفسيا وماتيا وإله مكان يتدرب فيه أكيد المكان المكان إله تأثير الألحان اللي من نشتغل للعمل إذا ما كانت كتير مهمة طريقة الديكور الأصص اللي نحنا بتهم المسرح هذا بيتطلب الدعم هذا بيتطلب كمان الحالات التي لك لازم نخصص لازم نكون موجودين بطريقة كتير مهمة لحتى نحكي عن هذه التفاصيل التدريبات الأماكن نحنا اليوم عم نتعامل مع طفل ما فيك تجي بي كل يوم نحاول تماما نحاول نحنا نتكيف مع الوضع المنسب لهذهك يجب إحياء المسرح المدرسي لأنه بيجي الطفل نوعا ما عنده خلفية عنده بعض التفاصيل فتدعمه وتتم رعايته المسرح المدرسي كمان كتير مهم موجوده بهذه الأماكن وفي خامات كتير قلتلك حلوية إن شاء الله بيصير في تسليط الضوء عليها من خلال من خلال نشاطات المسرح بخصوص الأطفال نعم إن شاء الله بكرة العرض يكون رائع وإن شاء الله يا ربك بتقدموا عروض أحلى وأحلى وكل الجهات تدعمكن لأن فرقة أجيال بتستاهل أكيد تحية لكل عضاء الفرقة شكرا كتير شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق لجميع عضاء الفرقة شكرا كتير شكرا كتير أما هلأ مشاهدينا من أنت